موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك ان شاء الله. هاي البراهين في ناس بتحب تحفظ البراهين هاي من هسة. بعدين بعدين يراجعوا. في الاس بتخلي البراهين هاي لاخر السنة بتحفظها ايش مع مع بعضيه. تمام? اللهم صلى على سيدنا محمد. فاحنا ما نشوف هاي البراهين كيف حلها ويعني نشوف يعني كيف الطريقة. فعندك هاي اول شغلة. رقم واحد النظرية هاي. اذا كان صاد يساوي سين والس ميم على نون. وحيثو ميم على نون عدد نسبي. فان فان يعني هادا اللي بدك اياش تثبت ويا. فان دال صاد عدال سين يطلع هادا الكلام. بدنا الدال صاد عدال سين يطلع عدال الكلام. يعني بدنا المشتقى اللي هي صاد فتحة. تطلع هادا الكلام. طيب. الحل او البرهان يعني زي ما احنا بنحكي. البرهان. شو طريقة البرهان هادا يا استاذ? مكتوب عندي صاد. ساوي سين. اس ميم. ميم على نون. حلو. هون الاس كسري. هنعمل فكرة بسيطة صغيرة هيك. عشان نخلص من الاس الكسري هادا ميم على نون. شو رح تعمل? هنحط هون اس نون. وهون. هان اس نون. يعني خلنا نحكي رقم واحد. نرفع. الطرفين. للقوة. للقوة نون. هاي رقم واحد. طيب لما ترفع الطرفين للقوة نون. شو رح يصار عندك? رح يصار عندك التالي. صاد اس نون. هاي ها. بتساوي سين. طبعا الاس لفوق بعضها تضرب. يعني ميم على نون. ضرب نون. هتروح نون مع نون. هتصف عندك ميم. جميل. هاي راحة الكسور من المسألة. هاي اول خطوة. هاي رقم واحد. نرفع الطرفين للقوة نون. كيف يعني يا استاذ? حط نون نون. صارت صاد اس نون. هاي الاسس اللي فوق بعضيها تضرب. هاي معروفة جديمة هاي. اضربهم مع بعض. صار عندك ايش? صار عندك ميم. هس اشتق. خطوة التانية اشتق. خلص. ناشتق. رقم اتنين هناشتق. اشتق. عادي. اه صاد اس نون. هتنزل النون. هاي نون. صاد. اس نون ناقص واحد. هاي اشتقناها. طبعا ايش? صاد فتحة. هنتوا عارفين? بعد اشتق صاد صاد فتحة. في الاخر. نون صاد اس نون ناقص واحد. صاد فتحة. ولا نستول. اشتق قضمني. هاي اشتقيت. بساوي. سين اس ميم. هتصير ميم. سين اس ميم. ناقص واحد. طيب ممتاز. هاي اشتقيت. طبعا احنا بدنا صاد فتحة. اللي ادال صاد عدال سين. موضع القانون. هنخلي صاد فتحة طبعا موضع القانون. ها. ايه بقى صاد فتحة? صاد فتحة موضعا للقانون. هنقص. بصر عندك صاد فتحة. اللي ادال صاد عدال سين طبعا. بتساوي. قس على. هتصير ميم على نون. وهيصار عندك سين. اس ميم ناقص واحد. على صاد. اس نون ناقص واحد. يا عيني. هاي هيك صارت مليحة ولا? لا مليحة يا استاذ. ماشي. طب استاذ طالع سين وصاد. بس هنستبدل الصاد. ها. بعد هيك. أربعة. استبدل الصاد. استبدل الصاد. ماشي. هستبدل الصاد. بصر عندي صاد فتحة. نساوي ميم على نون. ميم على نون هاي بدنا اياها? اه. والله بدنا اياها. ميم على نون هايها. بس الصاد اللي بدناش ايا. هيصار عندك. سين اسميم ناقص واحد الصاد وين هي الصاد 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 هايها أصل الصاد الصاد تساوي سين اسميم على نون سين اسميم على نون زبط لنا النون هاي يستش شوي حاضر اسميم على نون هايها صاد اسميم على نون وفيه فوق نون ناقص واحد نون ناقص واحد طب القس اللي فوق بعضيها تضرب. الوسس اللي فوق بعضيها تضرب. طب انا عندي مين? ميم على نون. بدي اضربها بايش? بنون نقص واحد. ميم على نون ضرب نون. هتروح نون مع نون تصير ميم. نقص. ميم على نون ضرب واحد ميم على نون. صار السؤال هيك. صاد فتحة. خلنا اكتبه هون بس شوية. صاد فتحة عشان ناخد مكان. ساوي. ميم على نون. فوق. سين. اسميم ناقص واحد. وتحت صارت سين. بعد ما ضربنا هدول ميم على نون ونون نقص واحد. ميم على نون نون نقص واحد صارت ميم ناقص ميم على نون. ميم. ناقص ميم على نون. طيب تمام. بعدين. هاي سين وسين. هاي قسمة. وفي القسمة شو بنعمل? بنطرح الاسس يا استاذ. معناته صاد فتحة يساوي. الان بعد ما استبدلت صاد قسم الان. قسم. ميم على نون. هاي سين. صار اللي فوق ميم ناقص واحد. هتنقص منه اللي تحت. هتصير ناقص ميم. طبعا. زائد ميم على نون. كيف صارت هاي? ما احنا الاسس اللي فوق او القوة اللي فوق ناقص القوة اللي تحت. فبصير ميم ناقص واحد ناقص. الناقص والزاحة بصير ناقص ميم. وهاي بصير زائد ميم على نون. طبعا ميم. هتروح مع سالب ميم. هيطلع الجواب عندك. صاد فتحة. اللي هو ده الصاد. بعدها السين. يساوي ميم على نون. سين. اسميم على نون. ناقص واحد. ميم على نون. ناقص واحد وهو وهو المطلوب. ازن هاي الاثبات هاته. صاد يساوي سين اسميم على نون. قوة ميم على نون. ارفع الطرفين للقوة نون. رفعت الطرفين للقوة نون. ضربتها. صارت صاد وسنون يساوي سين اسميم. اشتقيت. خليت صاد فتحة مع وضوع القانون. استبدلت صاد. ضربت الاسس. بعدين قسمت. طلع معي ايش? طلع معي المطلوب. هذا اول مرهان للنظرية الاولى هاي. نيجي الى نتيجة اتنين. نتيجة اتنين. شو النتيجة? لا مش نتيجة. اه نتيجة اتنين هاي مزبوطة. اذا كان قف سين يساوي سين اسنون. وسين لا يساوي صفر. ونون عدد صحيح سالب. طيب. فانا. فانا زي جد يعني او اثبت. اثبت انه قاف فتح على السين المشتقة برضه. سو نون سين اسنون ناقص واحد. مكتوب عندك البرهان. هاي البرهان. اول اشي وين النون? نون عدد صحيح سالب. فهنفرض انه نون تساوي سالب مين. ها نون هنخليها سالب مين. حلو. هاي صار عندي قاف سين اذا. قاف سين هتساوي سين نون سالب مين. طيب ماشي سالب مين. معروف ان القس هون اذا في اشارة سالب بصار عندك قاف سين. يساوي واحد على سين اسميم. طيب ممتاز. هس اشتق. قاف سين قاف فتح على السين. هتساوي واحد على سين اسميم. ثابت على المقام نعكس شرطه. سالب واحد. ضرب. اشتقت المقام سين اسميم. اللي هي بتصير ميم بسين اسميم ناقص واحد. على المقام تربيع. يعني سين اسميم تربيع بتصير اثنين ميم. ها. طيب ماشي. صارت قاف فتح على السين. قاف فتح على السين. بتساوي. سالب واحد ضرب ميم. سالب ميم. هاي ها. سالب ميم. كويس. طب ما هون في سين. هون في سين. بتصير سين اطرح الاسس. تصير ميم. ناقص واحد. ناقص اثنين ميم. طيب ماشي. تمام. وبعدين. معناته قاف فتح على السين. قاف فتح على السين. ها تساوي. سالب ميم. سين. طيب هون. ميم. ناقص اثنين ميم. هتصير سالب ميم. ميم. ناقص اثنين ميم. سالب ميم. وفي سالب واحد. هسا رجع الميم لاصلها. قاف فتح على السين. السالب ميم. اللي هي اصلا نون. سين. سالب ميم. اصلا نون. ناقص واحد. وهو ايش? وهو المطلوب. طيب بس. الاثبات هذا خلينا هيك نفصله. اول خطوة عندك هنفرض انه. نون تساوي سالب ميم. اه قاف سين. يساوي سين. اصنون. سالب ميم. بعدين هايها. السين. اص سالب ميم. تنزل تحت. تصير سين. اص ميم. بعدين نشتقل الان. ونعمل عمليات ايش? ترتيب. سالب واحد ضرب ميم. هايها سالب ميم. هون سين اطرح الاسس. هون ميم ناقص واحد. ناقص اثنين ميم. ميم ناقص واحد ناقص اثنين ميم. اللي هي بتصير سالب ميم. سين ميم ناقص اثنين ميم. سالب ميم سالب واحد. رجع السالب الاصل هاللي هي نون. صالب الاصل هاللي هي نون. اطلع نون سين اسنون نقص واحد وهو وهو ألمطلوب. يبقى هي النظرية. وهي النتيجة رقم رقم اتنين. تمام تمام تمام. طيب هاي قاعدة نين. وصلنا عندي قاعدة قاعدة نين. ايش قاعدة نين هاي يا استاز هاي مكتوب عندك قاعدة نين. بيحكي لك اذا كان قاف سين سين اسنون حيث نون عدد صحيح؟ موجة بالمرة هاي. فإن قافة حلسين سو نون سين وسنون ناقص واحد. نون سين وسنون ناقص نون ناقص واحد. طيب البرهان كالتالي. شوف يا جماعة. هذا الاثبات رح يعتمد او البرهان هاد رح يعتمد على التحليل النوني. فاكرين التحليل النوني ولا لا? تحليل النوني في الوحدة الاولى التحليل النوني. اه التحليل النوني. فراح نحتاج هاي التحليل هاد زي ما مكتوب عندك. اللي هو آآ عين سنون ناقص سين وسنون. فاكرين هاي كيف كنا نسويه؟ اه يا استاذ. كنا نفتح قوس هيك. وفي الجهة التانية قوس كبير. حسب عدد القوة. حسب القوة هون في عدد حدود. بس القوة هون نون. عدد الحدود كتير. قوس الاول عنه كنا نحط هون عين. وناقص سين. وحكينا ازا كانت الاشارة سالم. القوس التاني كل الاشارات موجب. طيب عين اسنون. هاي عندك هون عين. بنبلش بايش? بعين نون ناقص واحد. طيب وبعديها. عين نون ناقص اتنين. طيب وبعديها. عين نون ناقص ثلاثة. طيب وبعديها. كنا نمشي ازا فكرين لحد ما نوصل في الاخر لعين الصفر. يعني مثلا اه لما خدنا التحليل النوني. كنا نحكي مسلا سين قص خمسة هون. كنا ناخد احنا الخمسة والسبعة. خمسة والسبعة وركزنا على الخمسة. سين قص خمسة. كنا نحط هون سين هون. سين قص اربعة. سين قص تلاثة. سين قص اتنين. سين قص واحد. سين قص صفر. صح? وكنا نرجع ارجوع. طيب ماشي. خلا نرجع ارجوع هون معناته كمان. يبقى العين. عين قص نون. هون عين. هون عين. نون نقص واحد. عين ونقص اتنين عين ونقص ثلاثة. بحد عين الصفر. واللي قبليها طبعا ما هي بتكون عين الصواحد. واللي قبليها بتكون عين تربيع زي هيك. ماشي? تمام? طب افكركم فيها اكتر. حاضر. افكركم فيها اكتر وبعد نمحي. آآ كنا ناخد سين قص خمسة ناقص اتنين وتلاتين اللي هي اتنين قص خمسة. زي بتفتكروه. ارجعو لها في وحدة النهايات. كنا نكتب هون القص هذا هون. وهذا القص التاني. وكنا نحط سين ناقص اتنين. القوة يا استاذ خمسة. كنا نحط هون خمس حدود. سين. نبلش هون. هاي خمس حدود. كنا نحط واحد. اتنين. تلات. واحد. اتنين. تلات. اربعة. هاي خمس حدود. هاي سين. كنا نبلش هون. سين قص اربعة. سين قص تلات. سين قص اتنين. سين قص واحد. سين قص صفر. بعدين نيجي للتنين. نرجع رجوع. ها. ضرب. اتنين. اتنين قص اربعة. اتنين قص تلات. نين قص اتنين. نين قص واحد. نين قص صفر. او كنا نكتبها هيك. سين باتنين. زائد. سين باتنين. زائد. سين باتنين. كنا نحطها بين اقواس. سين باتنين. سين باتنين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ونسين باتنين كمان. وفاكرنا كنا نحطها بين اقواس. يعني سين كنت اكتب سين. اتنين. سين اتنين. كنا نبلش سين. هون خمسة. اربعة. تلات. اتنين. واحد. صفر. ونرجع تجوه. اربعة. تلات. اتنين. واحد. صفر. ماشي؟ فنفس الفكرة استخدمتها هون طبعا. طبعا هون انا عندي عين وسين. فحط عين. اهه. وسين. عين وسين. عين وسين. عين وسين. عين وسين. عين وسين. عين وسين. طيب هون نون هبلش. نون نقص واحد. نون نقص اتنين. نون نقص تلاتة. لحد ما اوصل. اتنين. واحد صفر. طيب السين برضو. هنرجع ارجوع. نون نقص واحد. نون نقص اتنين. نون ناقص ثلاث. لحد ما نوصل. اثنين واحد صفر. طبعا عدسين الصفر بتروح من هون. وعين الصفر بتروح من هون. ماشي هاي. هاي بدنا اياها هاي. طيب. حلنا هاي هسا مش هنحتاجها. جميل. ننجي الان نرجع للاثبات تبعنا. عندي قاف سين. سوي سين وسنون. بده قاف فتح للسين. قاف. هكتب من هون. قاف فتح للسين. هاستخدم التعريف. هاستخدم التعريف. زي ما هو في البرهان اللي في الكتاب. هاي نهاية. عين. عين تقول لسين. اللي هي قاف عين. ناقص قاف سين. على عين ناقص سين. اللي هي بتساوي نهاية. عين تقول لسين. طبعا قاف عين. قاف عين. هتصير عين السنون. عين السنون. او قوة نون ناقص. قاف سين سين قوة نون. على عين ناقص سين. والتحليل احنا كتبينه. اللي هو نهاية. عين تقول لسين. عين ناقص سين. وتحت عين ناقص سين طبعا. هيروحوا مع بعض. قوة التانية. اللي هو عين سنون ناقص واحد. عين سنون ناقص واحد. زائد. عين سنون ناقص اتنين بسين. زائد عين سنون ناقص تلات بسين تربيع زائد نقط هيك. يعني في حدود كتير بالنص. زائد. اه. اكتب تلات حدود ولا اخب بس حدين. في الكتاب ما اخد بس حدين. خلنا ناخد لحدين بس. عين. عين. في سين سنون ناقص اتنين. سين سنون ناقص اتنين. زائد سين سنون ناقص واحد. سين سنون ناقص ناقص واحد. طيب ممتاز. راحت عين ناقص سين مع عين ناقص سين. طيب بعد ما نختصر عوض كل عين بسين. طيب عوض. بصر عند عين سنون ناقص واحد. العين هتصر سين. يعني بتصر سين سنون ناقص واحد. زائد. طيب هاي العين صارت سين. سين وسنون ناقص اتنين بسين وسواحد ناقص اتنين زائد واحد. هتصر سين وسنون نقص واحد زائد سين برضو العين صارت سين نون نقص ثلاثة اجمعها مع اثنين نقص ثلاثة زائد اثنين هتصر نون نقص واحد سين وسنون نقص واحد زائد زائد برضو هتصير سين وسنون نقص واحد زائد سين وسنون نقص واحد طيب يا استاذ طلع كلهاتم سين وسنون نقص واحدين وسنون نقص واحدين اسنون نقص واحدسين اسنون نقص واحد. يعني بيطلع كل هاتهم سين اسنون نقص واحد بس قديش عددهم؟ عددهم نون. ليش عددهم نون يوستاذ كيف عرفت بنه عددهم نون? مش احنا حكينا عدد الحدود اللي بالقوص التاني بيكون حسب القوة؟ والقوة هون مين? نون القوة نون. فعدد الحدود هدول بيكون نون. فباخد حد منهم ضرب ضرب عددهم باخد حد منهم ضرب عددهم. كيف يعني حد منهم ضرب عددهم يا أستاذ؟ طيب ما هيوا مثلا وانا عندي مثلاً ثلاث زائد ثلاث زائد ثلاث زائد ثلاث زائد ثلاث ثلاث زائد ثلاث زائد ثلاث طيب أنا بحكي هدول كلهم ثلاثات وهم كم واحدة؟ واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة فخمسة بتلات عطول هاي خمستاش وبرضو نفس الكلام سين أسنون نقص وحدسين أسنون نقص وحدسين أسنون كلهم سين أسنون نقص واحد بضربهم بعددهم طب شو عددهم هدول؟ نون كيف عرفت ان عددهم نون؟ حسب القوة وهو وهو المطلوب ماشي الاثبات هاد يا جماعة وإحنا حكينا الاثباتات هاي يعني أنا بحاول أقربها لكو شوية يعني أفهمها لكو شوية أفهمكم خطواتها عشان أسهل عليكم حفظها وعشان تسهل على حالك حفظها كمان حاول تكتبها بأيديك مرة مرتين تلاتة أربعة وتخط خطوات لكل كل خطوة حطت لها اسم الخطوة هيعملنا هيك الخطوة هيعملنا هيك بصير يعني الاثبات بالنسبة لك سهل وصلنا عندي قاعدة واحد قاعدة واحد هاي قاعدة واحد وهذا سؤال قديم أخذناه في المشتقة بالتعريف أخذناه ارجع هتلاقينا مغدين هذا السؤال نفس السؤال هاد وهسا بعطك إياها تفتكروا قاف سيني سأجيم حيث ديم على الثابت صحي أخذناه فالمشتقة تساوي صفر فإنه يعني أثبت أثبت أن المشتقة تساوي صفر طيب ماشي قاف فتح على السين بالتعريف مهاية عين تقول لسين قاف عين ماقص قاف سين على عين ماقص سين حوض بتصير نهاية عين تقول لسين قاف عين ما هي جيم برضو مش هتتغير لأنه ثابت قاف سين برضو جيم على عين ماقص سين جيم نقص جيم اللي هي نهاية صفر على عين ماقص سين لما عين تقول لسين يطلع الجواب يساوي يساوي صفر وهو المطلوب هاي كمان مين قاعدة قاعدة واحد هاي كمان قاعدة واحد هانت قربنا نخلص البقين تمام بسم الله قاعدة ثلاث هاي ها قاعدة ثلاث إذا كان قاف اقتران قابلا للاشتقاق عند سين وجيم عدد ثابت وكان ها سين نساوي جيم فقاف سين فإن فإن يعني أثبت يعني المفروض هذا اللي بدك تثبته أثبت ها فتح للسين نساوي الكلام هاد عطول بنحكيله البرهان وهذا سؤال سريع جدا بده ها فتح للسين بكتب له ها فتح للسين نساوي طبعا بالتعريف نهاية قاف عين مش قاف ما احنا حكينا ها طيب ها عين ناقص ها سين على عين ناقصين وعين تقول لسين يساوي نهاية عين تقول لسين ها عين ها عين صر جيم قاف عين جيم قاف عين ما قص ها سين ها سين زي ما هي جيم قاف سين على عين ناقصين هناخد طبعا جيم عامل مشترك هصير عندك نهاية عين تقول لسين جيم عامل مشترك ها ظل عندك قاف عين ناقص قاف سين على عين ناقصين اللي هي تطلع جيم وهات قاف عين ناقص قاف سين على عين ناقصين قاف فتح على السين وهو المطلوب هذا سهل كتير يا أستاذ سريع طيب هذا سهل كتير وسريع طيب اللي بعديه كمان سهل كتير برضو سريع زي هذا السؤال ها قاعدة أربعة قاعدة الجمع والطرح جمع وإيش جمع وطرح إذا كان كل من لم ومي مقابل للاشتقاق عنده سين وكان قاف سين لم سين زي ميم سين ها سين لم سين ناقص ميم سين هذا جمع هذا طرح بيحكي لك فإن فإن يعني أثبت أن أثبت أن قاف فتح للسين نسوي هاد يعني هذا إثبات لحالة وهذا لحالة ها سين نسوي أثبت أن ها فتح للسين نسوي هذا الكلام هاد لحال وهاد لحالة يعني مش دخلين مع بعض هدول طيب تعال على هاد طبعا هنستخدم برضو بالتعريف هالبرهن ها بديك قاف فتح للسين هاد قاف فتح للسين نسوي نهاية قاف عين ناقص قاف سين على عين ناقصين وعين تقول لسين اللي هو يفترض أنه بيساوي نهاية عين تقول لسين شوف ليه قاف عين قاف عين هتسوي لام عين زائد ميم عين ها هاي قاف عين ناقص قاف سين هتصير لام سين زائد ميم سين لام سين زائد ميم سين مين متذكر شو كنا نسوي في الحالات اللي زي هيك ها مين متذكرها هاي شو كنا نسوي في الحالة هاي هاي أستاذ بس كنا نفصل هاخد اللام عين مع اللام سين واخد الميم عين مع الميم سين إذن هنفصل بصور عندي نهاية زائد نهاية على عين ناقصين عين تأول سين على عين ناقصين عين تأول سين لام عين ماقص لام سين وهون ميم عين ماقص ميم سين لام عين ناقص لام سين على عين ناقص سين اللي هي بتعطيني المفروض لام فتحة للسين زائد ميم عين نقص ميم سين على عين نقص سين اتعطيني ميم فتحة للسين وهو ايش وهو المطلوب هاي اثبتنا قاعدة الجمع لام فتحة للسين زائد ميم فتحة للسين طيب الطرح جنبيها هذا خلاص الجامعة وانتو عملوا الطرح لحالكم يالله تسوي لكم اياه بدو ها فتحة للسين بنحكي له ها فتحة للسين هتساوي نهاية ها عين نقص ها سين على عين نقص سين وعين تأول سين صدت عن نبي جماعة اللهم صلى على سيدنا محمد اللي هي نهاية عين تأول سين ها عين ها عين تصل لام عين نقص ميم عين نقص يبقى ها عين لام عين نقص ميم عين نقص ها سين زا ما هي لام سين نقص ميم سين على عين نقص برضو نفصل افصل هتصير عندك نهاية زائد نهاية عين عين نقص نحن عين تاول سين عين تاول سين عين نقص هاخد لام عين ناقص لا مسين لا معين ناقص لا مسين طب هون سالب ميم عين سالب سالب ميمسين هاخد سالب عامل مشترك بيصير عندي ميم عين ناقص ميمسين تخد سالب عامل مشترك لا معين ناقص لا مسين اللي هو لام فتحة للسين. سالب المشترك مع هاد هتصير سالب. ميم عين نقص ميم سين على عين نقص سين اللي هو ميم فتحة للسين وهو وهو المطلوب. هاي اثبتنا كمان او برهننا كمان قاعدة الجمع والطرح. الجمع وايش? الجمع والطرح. ممتاز. ضل عندي بس اه السؤالين هدول هدول مش في البراهين هدول في اسئلة للدروس. في اسئلة للدروس. طيب. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. اه هذا السؤال او اثبت ان اثبات اه موجود في الكتاب صفحة مية وطلتاشة. كتب لك اذا كان قاف سين سو الكلام هاد وكان قاف سين اقترانا متصلا عند سين سوجين وكان لامسين اقترانا قابلا للاشتقاق عند سين يساوي جيم. اثبت ان قاف قابل للاشتقاق عند سين يساوي جيم. اثبت ان قاف قابل للاشتقاق عند سين يساوي جيم. او زي كأنها جد قاف فتحة للجيم. جد قاف فتحة. فكرتنا بها يا رقم واحد فاكرين انتو الخطوات رقم واحد اعادة التعريف زمان عن الحكيان فيش اعادة التعريف هون رقم اتنين بحث الاتصال طيب طبعا عنده عنده سين وسوجين طيب قاف قاف اقترانا متصلا عنده سين وسوجين فبتحكيله قاف متصل عنده سين وسوجين قاف متصل عنده سين وسوجين ممتاز من اين جبتها طبعا من السؤال معطى معطى في السؤال طيب بجيب المشتقة من اليمين ومشتقة من اليسار يا سلام بعمل زي هيك ممكن انت تسوي زي هيك هايو هاي جيم من اليمين وهاي جيم من اليسار من اليمين قاف سين ونجيب من اليمين هايها اكبر من جيم يعني من اليمين اصغر من جيم يعني من اليسار قاف سين سوي لام فتحة للجيم لام فتحة للجيم مضروبة بسين ناقص جيم ومن اليسار قاف سين تساوي لام سين طيب هاي كتبت القاعدة من اليمين والقاعدة من اليسار اشتق قاف فتح للسين استاذ هاي مشتق الضرب لام فتح للجيم في سين نقل لا هاي مش ضربة يا جماعة هاي مش ضرب لام فتح للجيم هاي ثابت يعتبر ليش ثابت لانه لام فتح هون جيم هذا ثابت فبتنزل هاي الثابت زي المعامل لام فتح للجيم ضرب هيو سين نقل جيم مشتقتها واحد طبعا الجيم مشتقتها صفر والسين مشتقتها ايش واحد يبقى ليش لام فتح للجيم نزلت لانه هدا يعتبر ثابت فيش فيه متغير اذا يطلع الجواب هون لام فتح للجيم طب لو اشتقط على مشتقط الضرب مشتقط الضرب هتصير الاول في مشتقط الثاني زيلي التاني مشتقة الأول مشتقة لام فتحة الجيم صفر لأنها تعتبر ثابت تبهلها الشغلة هاي طب اشتقه هون حاضر قاف فتحة للسين معوضناه شون عفوا قاف فتحة للجيم من من اليمين طلعت لام فتحة للجيم قاف فتحة للسين هون لام سين لام فتحة للسين عوض جيم قاف فتحة للجيم بس هون من اليسار تطلع لام فتحة للجيم عوض تسين بجيم طب هون لام فتحة للجيم وهون لام فتحة للجيم إذن قاف فتحة للجيم من اليمين تساوي قاف فتحة للجيم من اليسار إذن قاف قابل للاشتقاق عند سين ساوي جيم وقاف فتحة للجيم بدو إياها شو بتساوي لام فتحة للجيم بس بس كده مؤمن ماشي يا جماعة ها تمام هيك هذا هو السؤال اللي في صفحة مية وطلعتاش ضل علينا سؤال اللي هو سؤال اللي في صفحة مية تلاتة وأربعين بيحكي لك يقال للاقتران قاف بأنه زوجي إذا كان قاف سالب سين سو قاف سين ها بتروح السالب هاي هذا زوجي لجميع قيم سين وأنه فردي إذا كان قاف سالب سين سو سالب قاف سين يعني السالب هاي تطلع بر لجميع قيم سين أثبت أنه هاي إثبتين مش إثبت واحد ألف وبع ها ألف إذا كان قاف سين اقترانا فرديا قابلا للاشتقاء فإنه فإنه يعني أثبت قاف فتحة للسين اقتران زوجي يحقق شرط الاقتران الزوجي طيب مش أنا عندي قاف سين اقتران فردي قاف سين اقتران فردي وين الفردي فردي معناته قاف سالب سين قاف سالب سين نساوي سالب قاف سين ليش لأنه بيحكي لك قاف سين اقتران فردي فقاف سالب سين سالب قاف سين طيب أثبت أن المشتقة اشتق شو مشتقت قاف يبا هون هنشتق شو مشتقت قاف سالب سين قاف فتحة لسالب سين ضرب سالب واحد. من وين جبت السالب واحد هاي أستاذ. مشتقط القوس طبعا. هاي يساوي. السالب هاي بتنزل. ومشتقط قاف سين. قاف فتحة للسين. قسم مع سالب واحد. هاي نروح السالب مع السالب. معناته قاف فتحة للسالب سين. تساوي قاف فتحة للسين. السالب هاي اختفت. إذن قاف فتحة اقتران. زوجي. السالب لما تختفي. بصير الاقتران ايش? زوجي. هاي السالب اختفت. معناته قاف فتحة اقتران زوجي. يبقى الفردي مشتقط زوجي. الفردي مشتقط زوجي. طب اذا كان قاف سين اقترانا زوجيا. شو يعني اقترانا زوجيا. يعني قاف سالب سين. بتساوي قاف سين. فإن قاف فتحة. بدنا نشطق. هي بقى هنشطق. قاف سالب سين. بتصير قاف فتحة لسالب سين. ضرب سالب واحد. تساوي قاف سين مشتقطها. قاف فتحة للسين. قسم على سالب واحد. هاي عسالب عسالب. بتصير قاف فتحة للسالب سين تساوي سالب قاف فتحة للسين. السالب اللي جوه طلعت برة. معناته اذا قاف فتحة اقتران فردي. يبقى الزوجي مشتقط فردي. الفردي مشتقط زوجي. وهذا اثباته. هيك احنا خلصنا الصفحة. هاي اللي هي البراهين اللي موجودة في الوحدة التانية. على خير الحمد الله. خلصت الوحدة التانية هيك تمام. هيك استاذ الوحدة التانية سكرت. فيش عليها اسئلة تاني. مش هتعطينا مش هتعطينا على ايشي تاني. لا. هعطيكم ان شاء الله لقدام. هاي يعني هحللكوا عليها اسئلة. اه اسئلة على السلسلة. على الضمنة. على الاشتقاق على يعني هنحل اسئلين. في حل اسئلة بس انا بهمني الان ان احنا يعني نبلش في الوحدة التالتة ونمشي فيها. والوحدة التانية الها راجعة طبعا لسه لسه انا محضر لقدام شغلات بس الفصل الاول الله يعيننا. ما انت شايفين الفصل الاول مادة تطويلة جدا. متعب جدا جدا وبياخد وقت كبير جدا. فاحنا مشيين الحمد لله ما بدي اسرع استعجل. ده. هاي. هاي خلصنا الوحدة التانية. هبلش الان في الوحدة التالتة. وربنا يسر ان شاء الله. مش معنى ان انا راح اختم الوحدة التالتة برضو الموضوع تسكر المستوى التالتة تسكر يا جماعة احنا بناخد مادة لسنة. مش لفاصل. يعني انا المستوى التالت او الفصل الاول. ها. الفصل الاول مربوط مع الفصل التاني. ما فيش فصل. فصل هاد عشان امتحن التجريبي يمكن بس. او امتحن التجريبي يعني الاهمية يعني ماشي. بليش احكي عن امتحن التجريبي. بس انا بحكي عن امتحن الوزارة. امتحن الوزارة. ما فيش امتحن فصل. الوزارة متى بتمتحن لسه شهر ستة او سبعة لسه يعني باخر السنة يعني اخر السنة الدراسية بتمتحن فاحنا ما عندناش فصل اول فصل تاني هي اسمها سنة دراسية هو كلياته فصلين مع بعض وحدة اولى تانية تالتة رابعة خامسة بنعرفش الان شو في يعني حذف ما حذف اه اه شغلات بنتيش حكي في الموضوع هاي المهمة احنا يعني انا خلصت الوحدة الاولى وخلصت الوحدة التانية وان شاء الله هنخلص الوحدة التالتة والوحدة اللي بعد او اللي بعديها اه الوحدة الاولى خلصناها والتانية خلصناها بس نختم نختم الوحدة الاولى والتانية والتالتة مش بتركهم لا لسه الان في شغل تاني يعني الشغل هذا بصير اهم متى لما اخلص مادة الفصل الاول وادخل ع مادة الفصل التاني لو تركت مادة الفصل الاول هيك احنا في اخر السنة الدراسية بنوجع في ورطة ايش الورطة اللي رح نوجع فيها انو والله نسيت مادة الفصل الاول طب وعدين شو اسوي لا هاي النقطة ان شاء الله انا عامل حسابها انو ازا خلصنا مادة الفصل الاول ما ننساها يكون لها ريفريش دائما باستمرار مع مادة الفصل التاني مادة الفصل التاني الحمد لله مريحة وتخرج وقت شايفين مادة الفصل الاول هي طويلة يعني معروف ان الرياضيات العلمي الفصل الاول هادي يعني من يوم يومه هو يعني معاناة. فالله المستعان هيخلص الوحدة التانية. على خير. ان شاء الله نبدأ في الوحدة التالتة. وتكون وحدة يعني ضريفة وحلوة وجميلة. وتحبوها اكتر من الوحدة التانية. من الوحدة التانية. ومن الوحدة الاولى كمان. لان فيها شغلات حلوة. وشغلات مرتبة. وشغلات هيك. بتخليك يعني تفكر وتنبس وتحس فعلا. اه والله هي شغلات واقعية فعلا في الواقع. مش انه بس ينصاد. شو ينصاد. لا. هتحس انه فيه كلام الان. كلام وقصص وشغلات. طيب. الله يوفق يا رب ويرضى عنكم. والحمد لله رب العالمين.